تعلن الولايات المتحدة تحفظها على الاتفاقية الروسية التركية حول إدلب بعرقلة إصدار بيان لمجلس الأمن يؤيد هذه الاتفاقية المندبة الأمريكية كيلي كرافت وصفت مسودة البيان التي تقدمت بها روسيا بمحاولة متسرعة من موسكو لكسب تأييد مجلس الأمن حول الاتفاق قبل أن تتبين فاعليته على الأرض كما تأرجحت ردود الأفعال حول مشروع البيان الذي تقدمت به روسيا بين التشكيك في مصداقيته والتحفظ على الاتفاقية لغموضها فقد اعتبرت سفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارن بيرس أنه يوجد الكثير من الأسئلة حول طريقة تطبيق الاتفاق والجهة التي ستتحكم فيه كما حبر السفير الألماني كريستوف هويسكن عن قلق بلاده إزاء معاناة المدنيين في إدلب مشيرا إلى أمله بأن يتمكن الأهالي من العودة للعيش هناك حال الوصول إلى مناطق آمنة بعد تنفيذ وقف إطلاق النار وفي حين اقترحت عدد من الدول الأوروبية تعديلات على نص البيان الذي طرحته روسيا ليوضح بنود الاتفاق وآليات تنفيذه إلا أن موسكو رفضت الدخول في مفاوضات حول بنود بيانها انتقادات الاتفاق الروسي التركي لم تقتصر على أروقة مجلس الأمن فقد انتقدت الرئاسة الفرنسية اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب معتبرة أنه لا يزال هشا ويتضمن نقاطا غامضة واعتبرت الرئاسة الفرنسية أنه ماداما فلاديمير بوتين قادرا على القصف هنا أو هناك ورجل طيب أردوغان يلعب على عدة أوراق مرة واحدة والإيرانيون ينشرون المقاتلين فسيملكون الأفضلية على الأرض لكنهم لن ينتجوا معادلة مستقرة في سوريا بحسب تعبير البيان الصادر عن قصر الإليزي أردوغان ينشرون المقاتلين ترجمة نانسي قنقر